أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب دبلوم المدارس السنوية التجرية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات شعبة الشؤون القانونية وشعبة الإدارة والتصويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات المراجعة على منهج المحاسبة الحكومية في الحلقات السابقة رجعنا الباب الأول وهو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية وتعرفنا على شكل الأسئلة النظرية أو المعرفية اللي ممكن تجيلي على الباب الأول لأن طبعا الباب الأول زي ما احنا عارفين بيغلب عليه الطابع المعرفي أو النظري الباب الثاني اللي هو الباب الخاص بالنظام المحاسب الحكومي اتكلمنا فيه طبعا عن المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية وتعرفنا على شكل الأسئلة النظرية أو المعرفية اللي ممكن تجيلي في الباب الثاني سواء على المجموعة المستندية أو على المجموعة الدافترية خذنا تطبيقات أيضا على الجانب العملي في الباب الثاني وتعرفنا الكيفية اللي بنعد بها دفتر حساب الشكات 56 عين ح وكذلك دفتر الحزبة اليومية أو ميزان المراجعة اليومي 69 عين ح والاستمارة 55 عين ح أو سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 عين ح دربنا أيضا على الكيفية اللي بيتم بها اعداد سجل الارتباطات 291 و292 في الباب الثالث وهو الباب الخاص بالموازنة العامة للدولة تعرفنا على الكيفية اللي هيجيلي بها اسئلة سواء اسئلة في شكل مقالي أو اسئلة في شكل اختار من متعدد أو صح وخطأ أو اختار من بين الأقواس أو اسئلة على شكل وصل اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة به تعرفنا أيضا في الباب الثالث الخاص بالموازنة العامة للدولة على الكيفية اللي بيتم بها اعداد الموازنة العامة للدولة أو الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة وكيفية استنتاج العجز النقدي وإظهار النتائج الخاصة بالموازنة في شكل جدول وقلنا ووضحنا أن ده سؤال مهم جدا ولا يخلو اختبار من الاختبارات أو من اختبارات المحاسبة الحكومية من سؤال من هذه الأسئلة الاختبار الخاص بالمحاسبة الحكومية طبعا بيتكون من أربع أسئلة زي ما احنا عارفين أعزائي الطلاب السؤال الأول بيبقى ألف وبي السؤال الثاني ألف وبي وكذا كل سؤال بيتكون من جزئتين في الغالب بيكون الجزئية ألف جزئية نظرية يعني سؤال نظري يقولك أذكر عرف اختر مما بين الأقواس حدد صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود بي دي الأسئلة النظرية بكل سؤال من الأربع أسئلة يكون في جزئية نظرية على الأربع أبواب الخاصين بمنهج المحاسبة الحكومية الجوانب العملية فيه أو الرقم به في كل سؤال بتبقى جزئية عملية بتبقى عبارة عن إيه في الباب الثاني بيجي لك دفتر من الدفاتر الأربع اللي هو إما يجي لك سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 نحا واتدربنا على كيفية إعداده في الحلقات السابقة يأما يجي لك إعداد دفتر حساب الشيكات 56 نحا أو يقول لك عد سجل الارتباطات 291 أو 292 أو يطلب مني إعداد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية يبقى الأربع دفاتر والاستمرات اللي احنا قلنا عليهم دول يمهمين لا يخلو اختبار من الاختبارات المحاسبة الحكومية من واحد أو اتنين منهم بالإضافة إلى السؤال العملي الخاص بالباب الثالث وهو أعداد الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة اللي هو تبويب الاستخدامات وتبويب الموارد ثم استنتاج العجز النقدي للموازنة إن كان هناك عجز ثم إظهار النتائج في شكل جدول لبقى أنا عندي خمس موضوعات لابد يجيلي منهم اتنين في الاختبار نقولهم تاني بسرعة أول حاجة دفتر حساب الشيكات 56 نحا ده ممكن يجي في الاختبار الدفتر الثاني أو السجل سجل لحصر طلبات الصرف الوردة 55 نحا ده مهم بيجي في الاختبار ده جزء عملي السؤال الثالث العامل أيضاً اللي هو دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا أو ميزان المراجعة اليومي بالإضافة إلى سجل الارتباطات 291 و292 يبقى أنا عندي أربع دفاتر الأربع دفاتر دول لا يخلو اختبار منهم ده بالنسبة للباب التاني بالنسبة للباب التالث السؤال بقى العامل الخاص بالموازنة العامة للدولة يقول لك بواب استخدامات وموارد بواب الاستخدامات والموارد يجيب لك مجموعة من أبواب الموازنة في شكل بيانات وبعدين يقول لك بواب الاستخدامات ديت والموارد ديت في شكل استخدامات وموارد أو يعني جانب يمين وجانب شمال هنقسم كراسة اللي جابه بالنصف كده بالطول وفي الجانب الايمن هنخط فيه الاستخدامات وفي الجانب الايصر هنخط فيه الموارد وظن احنا اتضربنا على السؤال من هذه الاسئلة في الحلقات السابقة الجزء العملي اللي هيجي لك ايضا في الاختبار هو جزء خاص بالتوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية التوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية والمعصوب بالتوجيه المحاسبي للعمليات الحكومية هو تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية تسجيل عمليات المالية في دفتر اليومية طيب الباب الرابع برأة وبيغلب على الطابع العملي يعني اغلبية العمليات اللي موجودة فيه هم عندي تسع موضوعات هنتكلم عنهم ان شاء الله في حلقة اليوم لكن انا عايز تاخد بالك مني ان الباب الرابع بيغلب على الطابع العملي يعني اغلبية الاسئلة العملية او القيود هتكون من هذا الباب ولذلك الباب الرابع مهم جدا ونحب بالنا من الأسئلة اللي بتيجي على الباب الرابع طب هل الباب الرابع كل الأسئلة هتيجي عليها عملية لا طبعا هيجي برضو عليه بعض النقاط النظرية زي صحة خطأ أو اختر من بين الأقواس أو اختر من العمود ألف مناسبه من العمود ب أو أكمل العبارة بالكلمة أو الجملة المنسبة أو أسكر أو عرف يبقى عندنا أيضا أسئلة نظرية هتيجي على الباب الرابع طب إيه هي الموضوعات اللي موجودة في الباب الرابع قلنا عندنا التوجيه المحاسبة للعملات المالية الحكومية عندنا تسع موضوعات الموضوع الأول خاص بالمصرفات الموضوع الثاني خاص بالإيرادات الموضوع الثالث وهو خاص بالأجور والمرتبات الموضوع الرابع خاص بالسلفة المستديمة الموضوع الخامس خاص بالسلفة المؤقتة الموضوع السابس خاص بالمبالغ المدفوعة مقدما الموضوع السابع خاص بالمبالغ بالأمانات المدفوعة مقدما الموضوع السابع أو الموضوع الثامن خاص بالاعتمادات والتحولات الخارجية أما الموضوع التاسع فخاص بالاستخدامات الاستثمارية تسع موضوعات لا يخلو اختبار المحاسبة الحكومية من نقطة أو نقطتين على العمليات المالية في الوحدات الحكومية تعالوا نشوف في البداية ونتعرف على الموضوعات الموجودة في الباب الرابع اللي هنركز مراجعتنا عليه في حلقة اليوم وبدعوا الله سبحانه وتعالى أنه يوفقكم ويسدد خطاكم ويكلل مجهودكم وتعبكم بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله توصلوا لمبتغاكم تحققوا هدفكم تلتحوا بالجامعات اللي تناسبوا ميولكم وقدراتكم أو تتجوا للعمل في سوق العمل وترفعوا من شأن بلدنا العزيزة على قلبنا كلنا مصر الحبيبة اللي بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يحفظها من كل سوق ويسدد على طريق الحق خطاها إن شاء الله تعالوا نشوف مع بعض الموضوعات الموجودة في الباب الرابع وهو الباب الخاص بالتوجيه المحسابي للعملات الحكومية زي ما وضحنا عندنا تسع موضعات الإرادات المصروفات الأجور والمرتبات السلف المستديمة السلف المؤقتة الأمانات المدفوعة مقدما المبالغ المدفوعة مقدما الاعتمادات والتحويلات الخارجية الاستخدامات الاستثمارية يجيلي في الاختبار بعض الأسئلة النظرية مثلا ممكن يجيلي في الاختبار أذكر طرق التحصيل الحكومية هنا عندنا خمس طرق للتحصيل يعني لتحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية من الغير عندنا أربع طرق خاصين بالإرادات وهما التحصيل نقدم بموجب قصائم التحصيل اتنين التحصيل بشكات على أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي ثلاثة التحصيل بحوالات بردية أربعة التحصيل عن طريق الخاص من المستحقات لو قال لي أذكر طرق تحصيل الإرادات يبقى هذكر أول أربعة فقط اللي هو نقدم وبشكات وبحوالات بردية وعن طريق الخاص من المستحقات لكن لو قال لي أذكر طرق التحصيل للتأمينات أو طرق تحصيل للتأمينات هنضيف عليها نقطة رقم خمسة وهي بخطابات الضماني أنا عندي طرق التحصيل خمسة أربعة منهم خاصين بالإرادات والخمسة كلهم خاصين بتحصيل التأمينات وهنا تأمينات دخول المناقصات وهي التأمينات المؤقتة والتأمينات النهائية ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي أذكر طرق التحصيل الحكومية بأذكركم الخمس طرق دول يبقى يأخذ بالي أنه ده سؤال مهم وممكن يتقرر فيه الامتحان سؤال آخر ممكن يقول لي أذكر أنواع الخزائن الحكومية وإحنا عارفين الخزائن يعني ممكن نقول الخزينة أنواع الخزينة عندنا العين من الخزائن في الحكومة النوع الأول وهو الخزائن العامة أو الخزينة العامة والخزينة العامة هي تلك الخزينة المرخص لها طبعا باستلام كافة المتحصلات الحكومية أي مبالغ تحصل نقدا عن طريق خزينة عامة الخزينة العامة بتحصل كافة المبالغ سواء كانت المبالغ دي تخص نفس الوحدة اللي هي الوحدة اللي فيها الخزينة العامة أو تخص وحدات تبع هذه الوحدة أو تخص وحدات حكومية أخرى كذلك بيتم الصرف من هذه الخزينة العامة بمرخص لتحصيل وصرف تحصيل المبالغ من الغير وصرف المبالغ للغير وطبعا الصرف بيتم بموجب إذن صرف اذن صرف تسعة عين حا النوع التاني من الخزائن الحكومية وهي الخزائن الفرعية والخزينة الفرعية طبعا هي خزائن مرخص لها باستلام كافة المتحصلات الخاصة بنفس الوحدة الإدارية التي تتبعها فقط يعني بتحصل لنفسها فقط يعني الخزينة الفرعية ما ينفعش تحصل للغير لا الخزينة الفرعية تحصل نفسها ولا يصرف منها أي مبالغ ولا يصرف منها أي مبالغ وطبعا بيتم توريد المبالغ اللي تم تحصلها في الخزينة الفرعية إلى أي خزينة عامة سواء تتبعها الخزينة الفرعية أو خزينة عامة تتبع جهات أخرى أو إلى البنك المركزي أو إلى هيئة البريد بكده اتضح أن هناك فرق بين الخزائن العامة والخزائن الفرعية الخزينة العامة بتقوم بالتحصيل وفي نفس الوقت بتقوم بالصرف إنما الخزينة الفرعية بتقوم بالتحصيل ولا تقوم بصرف ولا يتم صرف أي مبالغ منها إلى جانب إن الخزينة العامة بتحصل مبالغ لها وللوحدات التي تتبعها ولأي وحدات أخرى إن لم تكن تتبعها وحتى الوحدات لو ما خادش تتبع نفس الوحدة اللي فيها الخزينة العامة تقدر تحصل الوحدة مبالغ من هذه الوحدات طالما ان عندها خزينة عامة اما الخزينة الفرعية فلا يتم صرف منها اي مبالغ ولا تقوم بتخصيل اي مبالغ من الغير الا للوحدة نفسها لنفسها فقط تحصل نفسها فقط ولا يصرف منها اي مبالغ ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي اسكر انواع الخزائن الحكومية اقول له خزينة عامة وخزينة فرعية لان قال لي اسكر فقط وابقى فاهم الفرق من الخزينة العامة والخزينة الفرعية لان ممكن يجيلي في سؤال في شكل صح وخطأ او في شكل اختار ومتعدد زي ما نشوف تعالوا نشوف مع بعض اسئلة من هذا القبيل ممكن تجيلي في الاختبار في نهاية العام معانا سؤال بيقول لي اختر من الاجابة المناسبة مما بين الاقواس عند التحصيل النقدي لدى خزينة فرعية بيكون الطرف المدين لقط وجايب لي ثلاث اختيارات حساب النقدي تحت التسوية حساب الخزين ناخد بالنا ان دي جزئية عملية درسناها قبل كده عزية الطلاب الخزينة الفرعية بيفتح لها حساب بيسمى حساب النقدي تحت التسوية اما الخزينة العامة فبيفتح لها حساب الخزينة يبقى انا عندي كده حسابين حساب الخزينة وده بيفتح للخزينة العامة وحساب النقدي تحت التسوية ده بيفتح للخزينة الفرعية طيب عند التحصيل النقدي لدى خزينة فرعية هيكون الطرف المدين طبعا احنا الخزينة حسب طبيعته مدين والنهادية تحت التسويق ايضا حسب طبيعته مدين لما نحصل هيزيد فيزل مدين فالطرف المدين هو يكون مين دي خزينة فرعية برافو عليك يبقى يكون النهادية تحت التسويق يبقى لو قال لي عند التحصيل النقد لدى خزينة فرعية يكون الطرف المدين يقول له النهادية تحت التسويق النقطة التانية عند التحصيل بشكات يكون الطرف المدين هنحصل بشكات يبقى ده شيك وارد ولا شيك صادر بنحصل يبقى شيك وارد برافع عليك وطال ما شيك وارد يبقى حساب الخزينة على طول يبقى يكون الطرف المدين هو حساب الخزين يبقى الإجابة هتكون حساب الخزين النقطة اللي بعد كده بيقول لي عند استلام خطابات ضمان يكون الطرف المدين أول ما نسمع كلمة خطابات ضمان يعني بنفتح لها حساب الكفالات وطبعا الكفالات دي خاصة بالتأمينات وقلنا تأمينات دخول المناقصات العامة يبقى عند استلام خطابات ضمان بيكون الطرف المدين حساب الكفالات ولا حساب الضمانات ولا حساب الحوالات هيكون حساب الكفالات وطبعا فيك تكملة بنكوسين بنفتح كوس ونقول حساب الكفالات عن تأمينات نقطة سواء كانت مؤقتة أو تأمينات نهائية عند النقطة الرقم 5 بقول عند تخصيل إرادات تخص الوحدة ومحددة النوع يكون الطرف الدائن بحصة الإرادات تخص نفس الوحدة ومحددة النوع يبقى الطرف الدائن على طول هيكون حصاب الإرادات ما هوش الاراضات المتنوعة ولا الاراضات تحت التسوية لان الاراضات تحت التسوية دي اراضات غير محددة النوع والاراضات المتنوعة دي مبالغ صرفت في سنوات سابقة او اراضات محصلة عن سنوات سابقة وليس السنوات الحالية او مبالغ صرفت بالخطأ في السنوات السابقة وحصلت في نفس السنة الحالية او فوائد التأخير هي التي يفتح لها حساب الاراضات المتنوعة لما نحصل إرادات تخص الوحدة ومحددة النوع يكون الطرف الدائن هو حساب الإرادات النقطة رقم 6 بيقول لي عند تحصيل تأمينات يكون الطرف الدائن أنا بحصل تأمينات يبقى الطرف الدائن هيكون حساب جاري التأمينات وطبعا حسب نقل التأمين لو تأمينات مؤقتة هنفتح كوس ونكتب حساب جاري التأمينات وبينكسون مؤقتة لو تأمينات نهائية هنقول حساب جاري التأمينات ونفتح كوس ونكتب تأمينات نائية يبقى عندها تخصيل تأمينات يكون الطرف الدائم حساب جاري التأمينات تعالوا نشوف شكل آخر من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في اختبار المحاسبة الحكومية على الباب الرابع بيقول لي أكمل ما يلي بالكلمة أو الجملة المناسبة واحد يوجد نوعان من التأمينات هما نسألينهم تأمينات مؤقتة وتأمينات نائية التأمينات المؤقتة دي اللي بتدفع في بداية دخولي ليه المناقصة وبعد ما بيرسل عطا على المقاول بيتحول التأمين المؤقت أو التأمين الابتدائي أحيانا نسمى ابتدائي إلى تأمين نائية عندي نوعين من التأمينات تأمينات مؤقتة وتأمينات نائية اثنين بيقول لي إذا رفض البنك المركزي شيك الإراضات بيكون الطرف المديد للقيد الشيك إذا ترفض من البنك المركزي ده شيك إراضات إذا ترفض يكون الطرف المديد للقيد الإراضات بالاستبعاد يبقى يكون الطرف المديد في القيد الإراضات بالاستبعاد يبقى الطرف الدائن نقول ليه على طول دلوقتي الشيك ترفض ده شيك إيه؟ تم رفض أو رفض شيك إراضي يبقى ده كان شيك وارد وبالتالي بشيكات تحت التخصيد طالما الطرف المدينة يكون إرادة بالاستبعاد يبقى الطرف الدائنة يكون حساب الشيكات النقطة رقم 3 بقول الخزينة نقطة تقوم بتحصيل المبالغ فقط والخزينة نقطة تقوم بتحصيل المبالغ وصرفها طبعا عندي الخزينة نوعين خزينة فرعية وخزينة عامة الخزينة الفرعية بتقوم بتحصيل المبالغ التي تخصها فقط أما الخزينة العامة بتقوم بتحصيل مبالغ لها أو لأي جهة تتبعها أو لا تتبعها وكذلك بيتم الصرف منها المبالغ ايضا يبقى الخزينة الاولى دية هتكون الخزينة الفرعية اما الخزينة التانية هتكون الخزينة العامة لو بدلت جبت هنا كلمة العامة ما كان الفرعية هيب ان اجابة خطأ لو بدلت يعني بدل ما اقول الخزينة الفرعية قلت الخزينة العامة تقوم بتحصيل ملغة فقط وبعدا قلت والخزينة الفرعية تقوم بتحصيل مبلغ وصفها هتكون طبعا جبت خطأ يبقى خبالي من الترتيب الخزينة الفراعية اللي بتقوم بتحصيل المبالغ فقط والخزينة العامة اللي بتقوم بتحصيل المبالغ وصرفها النوت رقم 4 بيقول لي إذا ردت الوحدة تأمين نهائي كان مخصلا بخطاب ضمان يكون الحساب الدائم الوحدة ردت تأمين كان محصل بخطاب ضمان يكون الحساب الدائم طبعا إحنا لو راجعنا مع بعضا يكون أصلا لو قلنا بخطاب ضمان احنا بنقول من حساب لما نيجي عند نشأة التأمين او تحصيل مبالغ باختابات ضمان عن تأمينات نهائية بنقول من حساب الكفالات عن تأمينات نهائية الى حساب جاري التأمينات النهائية طيب يبقى كده الطرف المدين مين حساب الكفالات ده في حالة تحصيل التأمينات النهائية طيب لو انا ردت التأمين يبقى عكس القيد يبقى من حساب جاري التأمينات نهائية إلى حساب الكفالات عن خطبات أو عن تأمينات نهائية يبقى يكون الطرف الدائم حساب الكفالات عن تأمينات نهائية ده شكل من أشكال الأسئلة اللي بتيجي فيه شكل أكمل عندنا شكل آخر وهو صح وخطأ أحيانا يقول لي دع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل عبارة مما يلي وممكن يطلب مني في سؤال الصحة والخطأ أن أنا صحح أو أصوى بالخطأ مش فاهم بالروحة كده يعني هو دلوقتي يجيب لك مجموعة من العبارات يقول لك حدد صح أو خطأ كل عبارة من العبارات دي خلاص يبقى المطلوب منك على قد الإجابة هتقول هل النقطة دي صح؟ هل النقطة دي خطأ؟ وكافة طيب لو هو طلب مني بقى إيه؟ أن أنا صحح الخطأ يبقى في الحالة دي هتقول العبارة دي خطأ وتعيد سياغتها بطريقة صحية تعالي نشوف مع بعض عشان نفهم إزاي هنحدد صحة أو خطأ كل عبارة وهنصحح العبارة الخطأ في حالة أنه يطلب مني في الاختبار تصحيح العبارة يقول لي واحد تقوم الخزينة الفرعية بتحصيل المبالغ وصرفها هل ده صح؟ خزينة الفرعية بتقوم بتحصيل المبالغ وصرفها؟ طبعا النقطة دي خطأ هم هل مين اللي بيقوم بتحصيل المبالغ وصرفها؟ برافو عليك الخزينة العامة يبقى لو أنا عايز أعيد سياغت بقى أحصحها الخطأ هروح جاي على طول قيل تقوم الخزينة العامة بدل الخطأ هنا في كلمة الفرعية يبقى تقوم الخزينة العامة بتحصيل المبالغ وصرفها يبقى لما يكون عندي عبارة خطأ ويطلب مني أن أنا صححها هعيد سياغت العبارة مع تصريح الخطأ اللي موجود في العبارة زي ما شفنا العبارة دي خطأ لأن الخزينة الفرعية ما بتقومش بتحصيل المبالغ وصرفها اللي بتقوم بتحصيل المبالغ وصرفها الخزينة العامة يبقى انصح الخطأ تقوم الخزينة العامة بتحصيل المبالغ وصرفها النقطة التانية بقول لي يمكن استلام خطابات الضمان بقيمة التأمينات صح أنا أقدر استلم خطابات الضمان بقيمة التأمينات النقطة رقم 3 بقول لي عند استلام خطابات الضمان يكون الطرف المدين حساب الكفالات لما نستلم خطابات ضمان بيكون الطرف المدين حساب الكفالات صح لما نستلم خطابات ضمان بيكون من حساب الكفالات عن تأمينات ونسكر نوع التأمين إلى حساب جاري التأمينات ونسكر نوع التأمين هل هو معقد ولا تأمين نهايب النقطة دي هتكون صح النقطة راكها مربعة بقول لي عند تحصيل غرامة التأخير يكون الطرف الدائن حساب الأراضات طبعا النقطة دي خطأ لأنه لما بحصل غرامة التأخير بيكون الطرف الدائن هو حساب الإرادات المتنوعة وليس حساب الإرادات لو عايزة صححة العبارة هايد سياغة العبارة عند تحصيل غرامة التأخير يكون الطرف الدائن حساب الإرادات المتنوعة يبقى الخطأ هنا أنه ذكر لي حساب الإرادات وما ذكرش لي الحساب اللي هو الخاص بغرامة التأخير اللي هو حساب الإرادات المتنوعة النوت الرقم 5 بقول لي عند توريد نقدية من خزينة فرعية للبنك المركزي هنورد نقدية من خزينة فرعية للبنك المركزي طبعاً إحنا قلنا أن المباغل المتحصل في الخزينة الفرعية بيتم توريدها إما للبنك المركزي أو لهيئة البريد أو لخزينة عامة فهو أقول لي لما نورد نقدية من خزينة فرعية الخزينة فرعية يعني حسابها يكون نقدية تحت التسوية طيب هنورد للبنك المركزي هنقوم جاري البنك المركزي يكون الطرف بقى الدائن اللي هو يكون حساب الخزينة دائن لا طبعا لاننا عندي الطرف الدائن لما نورد نبالغ من الخزينة الفرعية حساب الخزينة الفرعية هينقص فيه يجي دائن طيب الخزينة الفرعية احنا بنقول على ايه برافو حساب النقدية تحت التسوية وليس حساب الخزينة لان حساب الخزينة دوا بنطلقه على حساب الخزينة العامة وبالتالي العبارة دي خطأ الصحة بتاعها ان احنا نقول ان عند توريد نقديه من خزينة في رعاية للبنك المركزي يكون حساب النقديه تحت التسوية دائن ستة بقول لي عند رد تأمين نهائي كان محصلا بخطاب ضمان يكون الطرف الدائن القيد حساب الخزينة لما نرد تأمين نهائي كان محصلا بخطاب الضمان نقف عند خطاب ضمان لما يقول لي بنحصل تأمين بخطاب ضمان دي بقى المفروض حساب الكفالات حساب الكفالات صح صح طب ايه اللي جاء بالخزينة يبقى العبارة دي خطأ لان عند رد تأمين نهائي كان محصلا بخطاب ضمان يكون الطرف الدائن للقيد هو حساب الكفالات عن تأمينات نهائية ده شكل من اشكال الاسئلة اعزاء الطلاب اللي ممكن يجيلك في الاختبار زي ما شفنا دي اسئلة على الباب الرابع حاول تستوعبها ويقتئيس عليها جزئيات في المنهج ممكن يجيلك عليها اسئلة تعالوا نشوف بقى مع بعض ازاي هنقدر نسجل العمليات الخاصة بالارضات والمصفات وغيرها من العمليات التسعة اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة في دفتر اليومي تعالوا نشوف مع بعض اول جزئية خاصة بالارضات وهنسجل ازاي العمليات داخل او دفتر اليومية تعالوا نشوف العمليات الخاصة بالارضات اول حاجة ناخد بالنا منها هنراجع مع بعض بشكل سريع طرق التحصيل الحكومي احنا قلنا عندنا كم طريقة للتحصيل الحكومي قلنا خمسة يا اما نقدن او بشكات او حولات بردية او عن طريق الخاص من المستحقات او عن طريق خطبات الضوان لما جئ حصل نقدن قلنا النقدية في نوعين يا اما خزينة عامة يا اما خزينة فرأي تبنى خباننا بقى بسرعة احنا بنراجع كلام ده المفروض نكون عارفينه من بداية الايه من بداية الدراسة من بداية العام هنراجع بسرعة عشان نقدر نخش في التمارين ونفهم الاسئلة اللي هجيلي في الاختبار على الجزئية الخاصة بالارضات يبقى لما حصل نقدن هنفتع نقدن اقول بقى خزينة عامة يبقى على طول كده طالما خزينة عامة يبقى هنقول من حساب الخزين لان الخزينة هتزد تجي مدينة طيب لو هنحصل عن طريق خزينة فرأية هنقول من حساب نادية تحت التسوية طيب لو هنحصل عن طريق الشيكات هيكون الطرف المدين من حساب الشيكات تحت التخصيل طيب الاول هنحصل عن طريق حوالات بردية هنقول من حساب جال المبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد طيب لو خصلهم المستحقات عيبة من حساب استخدامات الموازنة لو باختبط الضمان من حساب الكفالات عن تأمينات ونكتب نوع التأمين هل هو نهائي هل هو تأمين مؤقت طيب الانواع المتحصلات الحكومية نحن عندنا طبعا المتحصلات الحكومية نقدر نصنفها متحصلات تخص الوحدة الحكومية او متحصلات تخص وحدات حكومية اخرى وطبعا طلوة قلنا وحدات حكومية اخرى يبدأنا بنتكلم عن خزينة عامة لان الخزينة العامة هي اللي يبقى مصرح لها انها تخصل عن مبالغ من وحدات حكومية اخرى اما الخزينة الفرعية فهتخصل متحصلات لنفسها بس او لنفس الوحدة وما تنفعش تخصل لغيرها طيب لما نيجي نحصل ايه بقى شكل الاراضات اللي احنا هنخصلها او ايه هي المتحصلات يا اما نحصل اراضات محددة النوع وفي الحالة دي هنقول ايه لحسب الاراضات يعني الطرف الداني يكون اراضات طيب لو اراضات غير محددة النوع هتبقى حساب الاراضات تحت التسوية طيب لو مصروفات مستردة في نفس السنة المالية هنقول ايه لحسب الاستخدامات بالاستبعاد لو مصروفات مستردة تخص السنوات السابقة يبقى نقول ايه حساب الاراضات المتنوعة لو غرامات تأخير هنقول ايه حساب الاراضات المتنوعة يبقى المصروفات المستردة وتخص سنوات سابقة هي بتعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الغرامات التأخير التأمينات المؤقتة بنقول للحساب جاري التأمينات المؤقتة والتأمينات النهائية بنقول للحساب جاري التأمينات النهائية طيب إذا تم تحصيل مبالغ تخص وحدات حكومية أخرى هيكون الطرف على طول الدائن إلى حساب جاري مبالغ دائنة وليست مدينة لأن كده دي مبالغ لهم عندنا يبقى إلى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية واسكر اسم الجهة اللي احنا حصلنا منها هذه المبالغ تعالوا نشوف أمسنا ونشوف تمرين ونشوف إزاي بنسجل عملات الخاصة بالأرضات داخل دفتر اليومي تدريب الأول بيقول لي حصلت إحدى الوحدات الحكومية التي لديها خزينة فرعية يبقى نافع عند خزينة فرعية يبقى كده لو هي حصلت نأدا يبقى بالتالي الخزينة لازم تكون حساب النأدية تحت التسويق يبقى طالما قال لخزينة فرعية أو الوحدة لديها خزينة فرعية يبقى هنا حساب الخزينة هيبقى يسموه حساب النأدية تحت التسويق طب حصلت إرادات جملتها 20 ألف جنيه 8000 بشيك طب يا كده بتخصى والشيك وارد يبقى دي حساب شيكات تحت التخصيل يبقى أنا عند الطرف المدي فيه حساب شيكات تحت التخصيل 7000 نأدا وهي خزينة فرعية يبقى 7000 دول نأدية تحت التسويق بحوالات بريدية طبعا نحن عارفين هتبقى جارب مبالغ مدينة تحت التسوية باسم هيئة البريد وبعدين الباقي خاصة من المستحقات هيبقى حساب استخدامات الموزنة طب الباقي دي قد ايه هاجمع بقى 8000 زائد 7000 15 15 و 3000 18 من إجمالي الإرادات اللي هي 20 ألف يبقى الباقي دوة اللي هو هيبقى خاصة المستحقات هيبقى 18 ألف جنيه طيب الإرادات دي إرادات محددة النوع لأنه ما قاليش إنها مش محددة النوع طالما ما ذكر ليش إنها إرادات غير محددة النوع يبقى إرادات محددة النوع وبالتالت طرف الدائن اللي هو بقيمة 20 ألف جنيه هيكون حساب الإرادات يعني القد عندي ببساطة من مذكورين حساب الشيكات تحت التحصيل بمبلغ الشيكات وحساب النعادية تحت التسوية بالمبلغ النقدي اللي هو 7000 وحساب جار المبالغ المدينة تحت التسوية طرفيئة البريد ب3000 جنيه وحساب استخدامات الموزنة بالفرق بين الـ 20 ألف ومجموع الـ 8000 شيكات والـ 7000 نقديا والـ 3000 بحوالات اللي هو ما ترقى 18 من 22 ألفين جنيه حساب استخدامات الموزنة اللي هو خصما من مستحقات سابقة الى حساب الإرادات 20 ألف جنيه واشرح القيدة تحصيل إرادات محددة النوع التدريب التالي بيقول لي حصلت إحدى الوحدات الحكومية لديها خزينة فرعية يبقى حصلت إحدى الوحدات الحكومية اللي لديها خزينة فرعية مبالغ تم صرفها بالخطأ سابقا بمبلغ ألف جنيه المبالغ التي صرفت بالخطأ سابقا يأما أنها تخص نفس السنة أو تخص السنوات سابقا هنا محدد ليش لو كانت المبالغ دي قال لي أنها تخص السنة سابقا كنا الطرف الدين كان يبقى الاستخدامات بيه هي كان يبقى عندي طبعا إرادات متنوعة ولكن هنا هو قال لي تم صرفها بالخطأ فقط ومذكر ليش هل في السنة سابقا واللسنة دي يبقى في السنة الحالية وبالتالي نسميها الاستخدامات بالاستبعاد يبقى الطرف الدين هيكون حساب الاستخدامات بالاستبعاد الطرف المدينة طبعا يكون حساب النقدية تحت التسوية الطرف المدينة يكون حساب النائدية تحت التسوية لان طبعا هنا قال لي نائدا وقال لي الوحدة لدي خزينة فرعية يكون القيد عندي من حساب نائدية تحت التسوية الى حساب الاستخدامات بالاستبعاد شرح القيد طبعا جزء لا يتجزأ من القيد هكتب بقى واشرح تحصيل مصرفات صرفة بالخطأ في سنوات صرفة بالخطأ سابقا تعالوا نشوف تدريب كمان بيقول لي تسلمت احدى الوحدات الحكومية التي لديها خزينة عامة ايرادات بيانها كالتالي ايه يا بقى الارادات اللي تسلمتها الوحدة تعالوا نشوف بيقول لي 6.000 جنيه ايرادات محددة النوع 6.000 جنيه ايرادات محددة النوع 5.000 جنيه ايرادات غير محددة النوع يبقى انا عندي كده الارادات اللي حصلت من خزينة عامة إرادات 6000 محددة النوع و5000 إرادات غير محددة النوع طب الإرادات محددة النوع بنفتح لها حساب الإرادات طب الإرادات غير محددة النوع بنفتح لها حساب الإرادات تحت التسوية يبقى يكون عندي طبعا التخصيل هنا تم عن طريق خزينة عما يبقى نقول من حساب الخزينة إلى مذكورين حساب إرادات محددة النوع وحساب إرادات اللي هي الإرادات طبعا المحددات النوع هنقول حساب الإرادات والإرادات تحت التسوية اللي هي الإرادات غير محددة النوع يبقى على طول مجموع الإرادات 6000 جنيه والإرادات تحت التسوية 5000 جنيه يبقى القيد أو الطرف المدينة يكون 11000 جنيه من حساب الخزينة إلى مذكورين قلت حساب الإرادات لأن دي محددة وإرادات تحت التسوية لأنها غير محددة النوع واشرق القيد تحصيل ارادات مخددة النوع وغير مخددة النوع تدريب اخر بيقول لي حصلت الوحدات الحكومية التي لديها خزينة عامة الاتي تأمين نهائي بمبلغ 5000 جنيه ادا و 4000 جنيه تأمين بخطابات ضمان وبيقول لي سجل عملي دفتر اليوم ينقرر بتركيز هو هنا لديها خزينة عامة يبقى كده على طول هيبقى عندنا حساب الخزينة وكده الخزينة مدينة لان احنا بنحصل طيب والتأمينات النهائية 5000 ناعدا وتأمينات ناعدا بخطاب ضماني الخزينة الخمس تلاف ناعدا اللي هما الاولين دول هيبقوا حساب الخزينة وال4000 التأمين النهائية هيبقوا حساب الكفالات عن تأمينات نهاية انا قدر احلت الجزئية دي بطريقتين او العملية دي بطريقتين الطريقة الاولى ان انا اعمل قيد خاص بالتأمين النهائي اللي حصل نغضا وقيد تاني خاص بالتأمين النهائي اللي حصل بخطاب ضمان فاقول من حساب الخزينة الى حساب جاري تأمينات ناهية ده ب5000 وبعدين ارجع اعمل قيد تاني من حساب الكفالات عن تأمينات نهائية الى حساب جاري التأمينات النهائية ب4000 يبقى كده اعملت قيدين بالشكل ده اقول مرة من حساب الخزينة الى حساب جاري تأمينات نهائية تحصيل تأمينات نهائية نغضا ب5000 جنيه وبعدين قيد للجزء التاني من حساب الكفالات عن تأمينات نهائية الى حساب جاري تأمينات نهائية تحصيل تأمينات نهائية بخطاب ضمان واقدر اعملهم الاتنين في قيد واحد يعني انا ممكن اقول من مذكورين حساب الخزينة 5000 حساب الكفالات عن تأمينات نهائية 5000 الى حساب جاري تأمينات نهائية بكام ب9000 جنيه يبقى عملت ايه عملت القيد ده بدل من هم قيدين طالما في عملية واحدة عملتهم قيد مركب بدلا من قيد واحد طيب بدلا من قيدين عملتهم قيد واحد اللي هو قيد مركب طيب هل ده صح وده صح الاتنين اجابة صحيحة لو انت عايز تعمل لكل جزئية نقدر قيد لوحدها بخطابات ضمان قيد لوحدها مفيش مشكلة عايز تبتدي تحل او تعمل للعملية قيد واحد قيد مركب الاجابة طبعا هكون صحيحة والمصاحة هياخد باله من هذه الجزئية تعالوا نشوف مع بعض تدريب اخر بقول لي حصلت احدى الوحدات الحكومية تهمين نهائي بمبلغ 15 الف جنيه بحوالات بريدية و30 الف جنيه باختباط ضمان طيب بحوالات بريدية اللي يجي جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد باختباط ضمان هيبقى عندي حساب الكفالات عن تأمينات نهائية يبقى القيد عندي هيكون من مذكورين حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد وحساب الكفالات عن تأمينات نهائية الى حساب جاري تأمينات نهائية طب احنا هنا ظهرين على الشاشة قدين ما احنا لسه لين ممكن اعمل العملية طالما للتنين تأمين نهائي فاقدر اعمل الجزئية دي قدين او اعملها قيد واحد اللي تنصح طيب أنا أعمل تاقد واحد قلت من مزكورين من حساب جاري مبلغ مدينة تحت التسوى طرفية البريد 15 ألف و30 ألف جنيه من حساب الكفالات إلى حساب جاري تأمينات نائية ب45 ألف جنيه إجابة صحيح طيب أنا هعمل ليه المبلغ اللي أتحصل بحوالات بردية من التأمينات النائية قد لوحده زي ما احنا شايفين على الشاشة نقول من حساب جاري مبلغ مدينة تحت تسوى طرفية البريد إلى حساب جاري تأمينات نائية ب15 ألف جنيه وشع القط تحصيل تأمينات نائية بحوالات بردية ثم بعد كده أجر قط آخر للتأمينات النائية اللي تم تحصيلها بخطاب ضمان أقول من حساب الكفالات عن تأمينات نائية إلى حساب جاري تأمينات نائية وشع القط تحصيل تأمينات نائية بخطاب ضمان ومنساش أكتب طبعا المبلغ 30 ألف جنيه في المدينة و30 ألف جنيه في الدين الطريقتين صح مفيش أي مشكلة لو حلت العملية دي في شكل قد مركب أو عملت قدين كل قد فيهم له طرف مدينة واحد وطرف دائن واحد يعني قد بسيط هي نفس الإجابة وهتاخد درجتك كاملة في الاختبار إن شاء الله تدريب آخر بقول لي حصلت إحدى الوحدات الإدارية الحكومية غرامة تأخير بمبلغ 2000 جنيه غرامة التأخير إيرادات متنوعة طبعا حصلوها بشيك يبقى شيكات تحت التحصيل أخو بالي إن الشيكات الوردة هي شيكات تحت التحصيل وده طبعا على عكس الشيكات الصدرة زي ما نشوف في عمليات تالية لما نيجي نتطرك للجزئية الخاصة بالصرف يبقى هنا على طول قد عنده يكون من حساب الشيكات تحت التحصيل ب2000 جنيه إلى حساب الإيرادات المتنوعة تحصيل غرامة تأخير بشيك تدريب آخر بيقول لي ورد إشعار من البنك يفيد تحصيل شيك بمبلغ 20 ألف جنيه وإضافة قيمته لحساب الوحدة الإدارية طيب هو الشيك ده يبقى شيك إيه يبقى شيك تحت التحصيل لأن الشيك هيضاف لقيمة الوحدة عندي طب وشيك يعني شيك وارد كان شيك وارد يعني قلنا قبل كده فهتحلوا حساب الشيكة التحصيل يبقى في الحالة دي حساب الشيكات تحت التحصيل هينقص فييجي دائن وحساب جاري البنك المركزي هيزيد فييجي مدين فيكون الطرف عندي من حساب الطرف المدين من حساب جاري البنك المركزي ده في القيد إلى حساب الشيكات تحت التحصيل اللي هتبقى طرف دائن في الحالة دية يبقى لما نخص الشيكات تحت التحصيل الشيكات تحت التحصيل تكون طرف دائن وحساب جاري البنك المركزي طرف مدين لأن البنك المركزي هزيد والشيكات تقط التحصيل هتنقص لأن احنا حصلناها خلاص ما بقاش لها قيمة وكذلك ناخد بالنا أن الشيكات الوردة عند ورود الشيك بيكون مدين يعني لما ناخد شيك بنقول من حسب الشيكات تقط التحصيل لما نخصل بشيك يبقى نقول من حسب الشيكات تقط التحصيل لكن لما نيجي نخصل الشيكات الوردة اللي هي شيكات تقط التحصيل بتيجي دائنة في القيد تعالوا نشوف تدريب كمان بيقول لي ورد أشعار من البنك يفيد رفض شيك مسحوب على أحد المقاولين بمبلغ 40 ألف جنيه وذلك لعدم كفاية الرصيد الشيك ده وكان شيك إيه؟ شيك رضاة طيب لما نيجي يترفض عندي شيك هيكون الطرف طبعا الشيك ده إيه؟ رفض شيك تحت التحصيل الشيكات تحت التحصيل هتكون طرف دائن أيضا يبقى لو الشيك ترفض أو الشيك تخصى للشيك الوارد هيكون حساب الشيكات تحت التحصيل والطرف الدين من الطرف المدينة في هذه الحالة في هذه الحالة يكون إرادات بالاستبعاد والقدعان دي هيكون من حساب الإرادات بالاستبعاد إلى حساب الشيكات تحت التحصيل ونكتب في شرق القيد رفض تحصيل شيك مسحوب على أحد المقاولين طبعا منسيشك أسجل المبلغ في المدينة أكتب 40 ألف جنيه أمام حساب الإرادات بالاستبعاد وفي الدائن في خانة المبلغ أكتب 40 ألف جنيه إلى حساب الشيكات تحت التحصيل هلو نشوف مثالك آخر على الإرادات وحولت إحدى الوحدات الحكومية تأمين مؤقت بمبلغ 15 ألف جنيه كانت قد تسلمته من أحد المقاولين إلى تأمين نهائي أخو ببالي بقى هنحول تأمين مؤقت إلى تأمين نهائي زي ما هو قدامك كده هترعي من حساب جاري تأمينات مؤقتة إلى حساب جاري تأمينات نهائية زي ما هي وأقولك إيه حولت إحدى الوحدات الحكومية تأمين مؤقت طيب التأمين المؤقتة يتلغي والتأمين المؤقتة بنفتح له حساب جاري التأمينات لما يجي نحصل أو بتأمين مؤقت بيكون حساب جاري التأمينات المؤقتة دي إيه طرف دائن لما حولوا لتأمين نهائي يبقى هلغي يبقى لازم أجيبه مدين يبقى على طول بقول لي حولت إحدى الوحدات تأمين مؤقت يبقى من حساب جاري تأمينات مؤقت حولته إلى تأمين إيه نهائي يبقى كده اللي هيظهر جديد عندي اللي هو التأمين النهائي يقول إيه لحساب جاري تأمينات نهائية يبقى أنا كده عندي اللي هيتحول لمؤقت هو اللي هيتحول التأمين اللي هيتحول هو المؤقت في الحال دي هو اللي يجي مدين والمحول له يجي إيه دائن يعني لو الكلام كان معكوس قال لي حولت نقال لمؤقت ينفع تحول نقال لمؤقت ممكن بس إحنا إيه في الحالة دي احنا منحول من مؤقت لنهائي يبقى في الحالة دي تقول من حساب جاري تأمينات مؤقتة إلى حساب جاري تأمينات نهائية وطبعاً ما نساشة أكتب المبلغ المدين 15 ألف جنيه والدائن 15 ألف جنيه وأشرح القيد تحويل تأمين معقدة لحد المؤولين إلى تأمين نهائي تعالوا نتقل لجزئية تانية وهي توريد متحصلات الخزينة الفرعية زي ما وضحنا أعزائي الطلاب أني طبعاً بتقوم الوحدة الحكومية بتحصيل المبالغ طبعاً أنا بتكلم أتكلم على الخزينة الفرعية الوحدة العقومية اللي لديها خزينة الفرعية بتقوم بتحصيل المبالغ طيب هل المبالغ ده دهنا موجودة في الخزينة الفرعية لا بتقوم بعد كده بتحويل المبالغ دي إما للبنك المركزي وإما لخزينة عامة تابعة لها أو تابعة لوحدات أخرى وإما أنها تحولها لهيئة البريد يبقى المبالغ الموجودة في الخزينة الفرعية مش هتظل موجودة في الوحدة الإدارية أو في خزينة الوحدة الإدارية اللي طبعا في الحالة دي نقصد أنها خزينة فرعية لا ده تقوم بتحويلها إما للبنك المركزي وإما الخزينة عامة تتبعها يعني الوحدة الفرعية دي تابعة لها أو خزينة عامة غير تابعة لها يعني على سبيل المثال يعني إيه خزينة عامة تابعة زي مثلا مدرسة التجارة بالسيئة للزينب هنفترض أن فيها خزينة فرعية والخزينة الموجودة في العامة مثلا موجودة في الإدارة التعليمية كده خزينة عامة تابعة ليه؟ لأن الجهتين خزينة مدرسة التجارة بالسيدة زينب بتتبع الإدارة التعليمية للسيدة زينب لو كانت فيه خزينة عامة في الإدارة التعليمية بالسيدة زينب ام تبقى الخزينة تبقى غير تابعة لو مثلا تم توريد مثلا المبلغ من الخزينة الفراعية لمدرسة التجارة لخزينة المحافظة مثلا محافظة القيارة أو أي محافظة أخرى يبقى في الحالة هنا خزينة عامة بالصغير تابعة يعني الوحدة الفرعية اللي هي مدرسة التجربة السيدة الزينب زي ما وضحنا غير تابعة لهذه الوحدة الإدارية اللي لديها خزينة عامة زي محافظة القاهرة أو مجلس المدينة أو أي جهة أخرى لا تتبعها هذه الوحدة تعالوا مع بعضنا نتعرف إزاي لما تم تحويل أو توريد المبالغ من خزينة عامة إلى خزينة أو من خزينة فرعية إلى خزينة عامة تعالوا نشوف مع بعض عندنا ثلاث طرق زي ما وضحنا يأما التحويل لخزينة عامة وقولنا إما خزينة عامة تتبعها الوحدة أو خزينة عامة لا تتبعها الوحدة وبيتم التحويل للبنك المركزي وهيئة البريد طيب لو خزينة عامة تتبعها الوحدة يبقى نول من حساب الخزينة لو بنحاول لخزينة عامة لا تتبعها الوحدة يبقى نول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية بإسم ونكتب مثلا زي ما أوضحنا محافظة القاهرة أي جهة أخر زي مجلس المدينة وكذا طيب لو عن طريق البنك المركز هنقول من حساب جاري البنك المركز لو هيئة البريد هنقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد لكن الطرف اللي هيبقى دائن هو حساب الخزينة الفرعية لأن المبالغ هتخرج من خزينة الفرعية تروح حاجة منين من الأربعة دولي يبقى في الحالة دي تقول إيه حساب النادية تحت التسوية من جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم الجهة إلى حساب النادية تحت التسوية من حساب جاري البنك المركزي إلى حساب النادية تحت تسوية من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد إلى حساب البنك المركزي تعالوا نشوف مع بعض أمثلة وتدريبات علشان إيه نأكد لنا فهم هذه الجزئة بقول لي تدريب عشر قامة إحدى الوحدات الإدارية الحكومية بتوريد مبلغ عشرين ألف جنيه لخزينة عامة تتبعها الوحدة وردت الوحدة الحكومية 20 ألف جنيه الخزينة عامة تتبعها يبقى على طول أقول من حساب الخزينة يبقى أن الخزينة طالما خزينة عامة والوحدة الإدارية الحكومية بتاعتنا بتتبع نفس الخزينة أو بتتبع نفس الوحدة ديت يبقى في الحالة ديت هنقول حساب الخزينة العامة طيب البعدها بقول لي 10 ألف جنيه الخزينة عامة تبعها الجهة اخرى يبقى هنقول ايه قولنا نفس الوحدة هنقول الحساب الايه الخزين خزينة اخرى هنقول جار مبالغ مدينة تحت التسوية باسم الجهة يبقى قد عنده اقول من مذكورين الى حساب النادية تحت التسوية او اعمال قدين خد بالك انا قلت ايه ممكن نعمل قد قدين ممكن نعمل قد واحد تب خلينا نقول قدين اقول من حساب الخزينة الى حساب النادية تحت التسوية 20 الف 20 الف توريد نادية الخزينة عامة تتبعها لوحدة طيب المبلغ التاني اللي هو عشر تلاف اللي هو تابع لجهة اخرى اقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت تسوية باسم واكتب الجهة ديت لو كان ذكرها لي الى حساب النقدية تحت التسوية بعشر تلاف طيب انا ممكن اعمله بكت واحد اه كنت ممكن قلت من مذكورين حساب الخزينة بشرين الف وحساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية بعشر تلاف الى حساب النقدية تحت التسوية بثلاثين الف جنيه زي ما احنا عارفين عزاء الطلاب المحاسب علم وفن تسجيل العمليات في الدفاتر المحاسبية فاقدر اسجل العمليات باكتر من شكل بما لا يخل بالطريقة الصحيحة لتسجيل العمليات داخل دفتر اليومي يبقى هنا عشان عند خزينة عامة بتتبع الوحدة فقلنا خزينة خزينة عامة ايضا ولكن بتتبع ايه وحدة اخرى او الوحدة بتاعتنا مش بتتبعها زي مثلا مدرسة التجارة ومجلس المدينة او مدرسة التجارة بالسيدة زينب ومثلا محافظة القاهرة دي طبعا مدرسة التجارة لا تتبع ايه لا تتبعها اداريا في التسلسل الاداري وبالتالي هنذكر حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم الجاد تعالوا نشوف تدريب اخر بيقول لي قامت احدى الوحدات الادارية الحكومية بتوريد مبلغ 15 الف جنيه الى هيئة البريد و12 الف جنيه الى البنك المركزي هي كده ودت مبالغ لهيئة البريد ودت مبلغ للبنك المركزي اقدر اعمالهم طبعا قدين واقدر اعمالهم قيد واحد زي ما هنشوف هنعمالهم قدين فهنقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد الى حساب النادية تحت التسوية ب15 الف جنيه ده طبعا المبالغ اللي وردت لهيئة البريد او اللي تم تورده لقيقة البريد وال12000 جنيه اللي تم توردهم للبنك المركزي هنقول من حساب جاري البنك المركزي الى حساب النقدية تحت التسوية توريد نقدية للبنك المركزي 12000 جنيه اقدر اعمل القيد ده طبعا ايه القيدين دول اعملوا قيد واحد يعني كنت اقدر اقول من مذكورين حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد وحساب جاري البنك المركزي ده ب15 وده ب12 يعني جاري مبالغ مدينة تحت تسوية 15000 جنيه وجاري البنك المركزي ب12000 جنيه الى حساب النقدية تحت التسوية ب27000 جنيه اعزائي الطلاب ده شكل من الاشكال الاسئلة اللي ممكن تجيلي في اختبار نهاية العام اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نوفاكم ان شاء الله بإذن الله عايزين نراجع اختبارات الاعوام السابقة نحل اسئلة على اختبارات الاعوام السابقة اللي وردت في اختبارات الاعوام السابقة وايضا هناك اسئلة موجودة في الكتاب المدرسي في نهاية كل باب من الابواب الاربعة اللي احمد زكرنام وفي اسئلة ايضا موجودة في نهاية الكتاب نمازج اختبارات ياريت تحلوا نمازج الاختبارات الوردة بالكتاب المدرسي وكذلك اسئلة الوردة في نهاية كل باب او في نهاية كل فصل من كل باب لان الاسئلة دي لا يخلو اختبار من الاختبارات المحاسبة الحكومية من هذه الاسئلة اختبار المحاسبة الحكومية بيجي من اسئلة الكتاب بنفس الشكل وبنفس الطريقة اللي جاية في الكتاب الاختبار مش هيخرج عن كتاب المدرسة احنا حاولنا خلال الحلقات السابقة والحلقة الحالية ان احنا نبسط لكم الامور ونوضح لكم الكيفية اللي يجي بها الاختبار المحاسبة الحكومية وان شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبكم ومجهودكم حاولوا تحلوا اسئلة على باقي الاجزاء اللي احنا ما اسعفناش الوقت ان احنا الرجع معاكم عندنا طبعا الاجور والمرتبات سلفة المستديمة سلفة المؤقتة المبالغ المدفوعة مقدما المبالغ الامنات المدفوعة مقدما الاعتمادات والتحولات الخارجية والاستخدامات الاستثمارية في ختام حلقتنا ادعو الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا في تقديم فكرة ملخصة ومجهزة حول اختبار المحاسبة الحكومية خلال حلقة اليوم والحلقات السابقة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته